مستمرين مع حضرتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة سي بي سي لمتابعة مجريات الأمور الحقيقة معنا ومع حضرتكم الآن في الستوديو أستاذ أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب أهلا بك أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك في البداية يمكن شفنا حضرتك مع زملائك في التنسيقية مبارح في وقفة تضامنية تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي إجراءات ترتقيها القيادة السياسية لصالح الأمن القومي المصري ولصالح القضية الفلسطينية عايزة أعرف أكيد أنه كان فيه مناقشات جانبية وحديث جانبية بين حضرتك وزملائك في التنسيقية بالأمس عايزة أعرف كانت إيه خليني أقول لحضرتك في البداية إحنا موقفنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثابت في القضية الفلسطينية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة ذات سيادة كاملة غير منقوصة حق الإخوة الفلسطينيين في عودة اللاجئين حقهم في إزاحة الاحتلال اللي هي أقدم جيمة احتلال في الوقت الحالي بتمارس ضد شعب أعزل هو الشعب الفلسطيني عدد من الأمور هي ثوابت بالنسبة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحقيقة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محل فخر واعتزاز من كل المصريين وأنا قلته بشكل بسيط أنه موقف رفع رأس كل المصريين بل رفع رأس العرب من المحيط للخليج لأن مهما كانت الضغوط اللي مرسط على الدولة المصرية الوطنية مهما كانت الإغراءات إلا أن التمسك بسوابة القضية الفلسطينية كان تمسك شديد الصلابة في تأديره وده اللي احنا شفناه في حديث الرئيس بشكل متتالفي أكثر من حدث وكان آخره لقاءه مع المستشار إمبارح مستشار الألماني وكان في نفس التوقيت اللي المستشار الألماني كان قاعد مع سيطة الرئيس كان فيه اجتماع في النحية التانية ما بين جو بايدن وما بين نجلس الحرب الإسرائيل بالضبط فكان الرئيس كانت كلمته كانت فيه مواجهة المستشار الألماني وأنا بحب بشوفه في الموقف ده هو ممثل للغرب فقط وليس ممثل لألمانيا يعني يقدر يكلم باسم ألمانيا يقدر يكلم باسم انجلترا يقدر يكلم باسم فرنسا تمام وفيه مواجهة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وفيه مواجهة العدوان الإسرائيلي ومجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياه فكانت كلمة شديدة القوة وحطت وضعت مجموعة من الخطوط الحمراء أمام وفيه مواجهة الجميع أنه لا مساس بالأمن القوم العربي وفي قلبه الأمن القوم المصري أن التهجير القصري جريمة ضد الإنسانية وغير مسموح بيها أن الشعب الفلسطيني لن يغرب مرة أخرى في تغريبة فلسطينية جديدة عدد من الأمور والثوابت بشكل واضح تم إرسائها ممارسة كافة أشكال الضغط لفتح معبر رفع لإرسال الإغاثة لأشقائنا الفلسطينيين في الوضع الصعب الحالي اللي هم بيمروا به إدانة الجرائم اللي خرجت من عصابات الاحتلال السهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني احنا شفنا المستشفى المعمداني وهي بيتم قصفها وفيها مئات الشهداء أرتقوا مدارس الضربة وأخيرا ونتمنى أنه ليس يكون أخيرا مستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى ناصر في خان يونس ومقارات للأمم المتحدة في الحقيقة يعني دي كانت مشاورات طول الوقت بيننا وبين بعض قعداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصلت بينا لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم لقرار السيد الرئيس وتفويده في الدفاع عن الأمن القومي واستدعاء الإراضة الوطنية بكافة مؤسسات الدولة الوطنية المصرية لأن احنا بنشهد مؤمرة بكل مكتملة الأركان أنا مش شايف أن موقف الغربة وموقف الولايات المتحدة وموقف العديد من البلدان اللي هو موقف مبني على التغييب أو أن الحقيقة مش من قول لهم بشكل سليم هنروح للمنطقة دي بصنعة وقف لسه ما زلت عند تنسيقية شباب الأحزاب وأعتقد أن الوقفة كانت هي البداية أعتقد أنه بننتظر المزيد من الفعاليات من جانب تنسيقية شباب الأحزاب إحنا كنا عدد من المواقف كانت الوقفة التضامنية جزء منها جزء منها تمام بننتظر المزيد وعملنا وصيقة متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بالأخص أن وسائل التواصل الاجتماعي في التوقيت الحالي خرجت عن كل الحيادية وحرية الرأي وحرية التعبية بنشارك في كافة الوقفات التضامنية والدعمة لأشققنا في فلسطين فبكل أدواتنا السياسية والشعبية داعمين لأشققنا في قضيتهم العادلة وداعمين للقيادة الوطنية في كل ما اتخذته من إجراءات وما يستلزم من اتخاذه من إجراءات خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر